الله أكرم اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم خير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وأفر منه والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسب قل فيهما إذن كبير وملافع للناس وإذنهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونه للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن يتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنتح المشركات حتى يؤمن ولأمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنتح المشركين حتى يؤمنوا ولعدد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإبني ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أدى فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقرموهن حتى يقضر فإذا تضحرن فاتومن للحيد أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطفرين لساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن ناشدتم وقدموا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمادكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله إلا هو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم والله مفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله أفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقوا ولا يحل لهم أن يكتن ما خلق الله في أرحالهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهمن أحق برده إن في ذلك إن أردوا إصلاحا ولهمن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهمن درجا والله عزيز حكيم أطلاق مرتان أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن حفكم أن لا يقيما حدود الله فلا يلاح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تهل له من بعد حتى تنفح زوجا غيرا فإن طلقها فلا تناح عليهما أن يتواجعا إن ظننا إن ظننا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم إن يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعدكم به واتقوا الله واعلموه أن الله لكل شيء عليم وإذا طلقتم بساء فبلغن أجلهن فلا تعبنوهن فلا تعبنوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراطوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكالكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتن مرضى وعلى المولود له إصرن وإصوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار واندة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد أقصالا عن تراطي منهما وتشامر فلا تناح عليهما وإن أردتم أن تستغطعوا أولادكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير